السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة في الوقت النصاد بعدها نكونوا بعد عينكم معكم مرحبا بكم في الفقرة الثانية من برنامجكم قفلت من دار لدار حنا دابا وقفين حده واحد دار ثانية ان شاء الله اللي غتروح لمرق قبل ما امشي ودوريكم شنو كاتت بي ما فتشل الحمدولله علاش نفس الليكم حت بويت اليومان نقول فغيما الحمدولله على عبزل الحواش يوقعوا الينا حت حمرا ما تبقشنا الوقت بشتقول الحمدولله وفغيما تنحمد الله انا شخصيا على تشي زعمالي اللي تنعيشه في رمدان صراحة انا بريد تشكر ميديان تيفي كتعطاني الفرصة ان 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 انعيشها تشي بسكو فغيما هاد الحب دي الناس واتعتي ممكن نكون مع الناس وذيك شي فغيما فغيما مامرهم لا يعوض فغيما شكرا الليكم انتوما دوك انا واقف حده الدار تشا تفضل معايا بدي نطق شعلا سديجا كينس داع الداخل السلام عليكم خانية تميدي انتويا شخصيا مرحبا بكة زيد عندك المهدي راسك بسم الله سبب ايكم السبب ايكم نار كبير هذا كل شي بيخال شكولي غتجوم حاجة اسمك الله حبيبة حبيبة ميمي حبيبة ميمي سوغنون ديالك ولا ميمي خلق لي لأمي الله يخلق لي لأ الحاجة كل شي مزيان أخدامه مزيانة الحاجة الله يخليك حنا جينا اليوم نفرحوك لابغالله عندي واحد سؤال شكون ضيفة ديال الساعة قبل الفطار اللي كان دابا نوهاد بن عقيدة نوهاد بن عقيدة شيت سخريت سخريجا هادي عمراء بوضعت لكم من طرف قناة ميدي انتفي حاجة وش عم صافي مرحبا صافي ياو عمرك شجيل عمراء لا عمرك خامر هذه نار اللو إن شاء الله تمنىو على الله تمشي دابا ودعيم عانا تنبا الله يسهل عليكم هادي تمشي شاء الله في الميلود إلى بغالله ودعيم عانا إن شاء الله الله يسهل عليكم الله يجيب لكم الرزق الله يعاونكم حيحكم الله يعاونكم الله يعاونكم الله يجيب لكم تيسير الله يعاونكم علاما من عاداكم الله يجيب لكم وإحنا شرف ينجينا عندك مرحبا 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 بيكم الله ينورك وحرالي وبس تكمل هاك يا جي تزيدي تزيدي بس تكمل فرحتي زيدي بس تكمل الفرحة هذه هادي مطرف ميدي بس تخاولت يصال مع الواليدة شي كالي مدغي وخالتي وبرحبا لكم عدنا وقلع السراغنة وقلن نجح تحية للخالتي وقلن نجح تحية للإيداءات ويا الله حاجة الله يدخلك في صحة السلامة والله يخليك صحيح تك ونهار كبير هذا وشكرا لكم بزاف شكرا للناس لقلع السراغنة إن شاء الله فينا مشوا غدا بني من الله إن شاء الله غدا غدا يمشوا بني من الله نبغى الله ذوك نخليكم اليوم والله يتقبل السيام ديالكم ونتمنى تكون عجباتكم الحلقة الحمد لله وكنت لقوا غدا إن شاء الله في مدينة بني ملال ركم عزاز السلام عليكم